موسيقى أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا يسعد مساءكم بكل خير نرحب فيكم حلقة الليلة من لازم نحكي موضوع حلقتنا للليلة هو خطبة الجمعة الموحدة في المساجد التي تفرضها وبزارة الأوقاف على الأئمة فما الهدف منها وما دواعيها هل هي أمنية سياسية أم اجتماعية أم كلها مجتمعة وهل جاءت فعلا لمنع استغلال المنابر أو الترويج لأي أفكار منحرفة أو متطرفة ولضبط الخطاب الديني أم لترسيخ مسألة سيطرة النظام الحاكم سواء على الأئمة وعلى ما يقال في المساجد وأيضا تمرير ما تريده السلطة من خلالهم وما هي الحدود التي يسمح فيها للخطباء بالتدخل والارتجال والخروج عن النص وكيف يتم ضبط ومتابعة التزامهم بهذه الخطبة أكيد نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوف حلقتنا لليلة نرحب بالدكتور الشيخ خميس عبدال وكيل مساعد لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وأيضا ينضم هنا في استوديوهاتنا في الفلسطينية الدكتور بسامعة وارتاني الأستاذ المساعد في علم الاجتماع في جامعة بيرزيت مساء الخير دكتور مساء النور أهلا وسهلا فيك وأيضا سينضم خلال حلقة دكتور خارج الحروب الكاتب والأكاديمي سنستمع لرأيه أيضا في حلقتنا لكن بداية نسمحولي ضيوفي الكرام وأيضا مشاهدنا أن نشاهد التقرير التالي الذي يستعرض الموضوع ومن ثم نبدأ نقاشنا جرت العادة مؤخرا أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنشر خطبة يوم الجمعة قبل إلقائها بأيام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتأكون متاحة للمواطنين قيقرأوها قبل الذهاب إلى المجد بأيام وكانت الوزارة قد قررت منذ سنوات توحيد خطبة يوم الجمعة بمختلف مساجد الضفة وتوزيعها على آئمة المساجد مسبقا لتحضيرها وإلقائها بشكل موحد بخطبة جاهزة أو معلبة ورغم أنه قد يكون لهذا القرار مبرراته إلى أن البعض اعتبره قيودا تحد من نشاط آئمة المساجد في توجيه الأجيال ورفع درجة الثقافة والوعي لدى الناس ومناقشة وعلاج كل ما يدور على أرض الواقع وربطه بالناحية الشرعية ثم الحديث عما يهم المسلم في حياته كلها من النواحي الدينية والدنيوية ويرى هذا البعض أن إلزام الخطباء بإلقاء خطبة موحدة يزيد الساحة الفلسطينية احتقانا وتعقيدا أما صناع هذا القرار في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فبرروا قرارهم بمنع تسييس المنابر والخطب والوقوف سدا منيعا أمام محاولات تعزيز حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وتوجيه المساجد إلى الهدف الأسمى بما يخص الدور التعبدي والتربوي أهلا بكم من جديد مشاهدنا وعودة إلى ضيوفنا من جديد نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خميس عابدة كما سمعنا للتقرير فضيلة الشيخ وأيضا كما ذكرنا في بداية أو في مقدمة الحلقة التي طرحناها بداية ننطلق من متى بدأ العمل بالخطبة الموحدة اليوم الجمعة وأيضا ما الهدف منها ومدى واعية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما من شك طبعا أن خطبة الجمعة تعتبر هي شعيرة من شعائر هذا الدين جاء ذلك عند قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فالعلماء بيّنوا أن ذكر الله سبحانه وتعالى المقصود به الاستماع طبعا إلى موعظات أو إلى قطبة الجمعة وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو خطيب المسلمين ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء الولاء من ينتدب لذلك العلماء وبالتالي هي إذن جزء أو شعيرة خاصة بصلاة مخصوصة تختلف عن صلاة الظهر طبعا لأن صلاة الظهر وتكون مقام صلاة الظهر لمن صلاها وصلاة الظهر تكون مقامها لمن لم يصليها لسبب من الأسباب ولها طبعا أحكام خاصة بها أما عندما نتحدث عن موضوع خطبة الجمعة ما المقصود بخطبة الجمعة خطبة الجمعة هي موعظة دينية شارحة النبي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يتلو سورة قاف في خطبة الجمعة فقط سورة قاف ثم ينزل عن المنبر ويصلي بالمسلمين ويعاذ المسلمين هو صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى فكل كلمة كان يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بيان لأحكام شرعية أو توضيح أو نصيحة للمسلمين وتوجيه للمسلمين وبالتالي يقتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أما بالتوجيه المباشر نحو قضية توحيد خطبة الجمعة أولا هناك التقارير كما شاهدت أو ما تحدثت به أنت بداية هو يعني به خلط كيف نزيل هذا الالتباس في الخلط هي ليست توحيد بمعنى أن خطيب الجمعة تم العمل أو الطلب منه تكميم فمه فلا ترى عينه إلا ما كتب على ورقة أو على منشور أو على خطبة جمعة أرسلت من وزارة الأوقاف وما عليه إلا أن يقوم كما يقوم مذيع الأخبار مثلا بتلاوة هذه النشرة الإخبارية لا هي ليست نشرة إخبارية المقصود بتوحيد خطبة الجمعة وهذا ما يجب أن يفهم المواطن ومن هنا أنا أشكر لكم هذا اللقاء هو توحيد عنوان الحديث في عنوان لخطبة الجمعة ربما ليست محددات بشكل محدد بعض عناصر تعينه للحديث في هذا الموضوع ثم نكتب له فقط ربما عنصرين ثلاث عناصر يتحدث من خلال هذا العنوان والآيات والأحاديث حتى لا يقع في خطأ في تلاوة الآيات إن استشهد بها أو يستعين بها للاستشهاد على أقواله والأحاديث التي تم تخريجها حتى لا يعتمد على الضعيف من الأحاديث أو الموضوع من الأحاديث إنما الصحيح منها وبالتالي هي ليست توحيد بمعنى تكميم إنما هو توحيد العنوان للحديث حسب المناسبة دكتور إذا هي ليست توحيد وإنما هل يمكن القول أنها اقتراح؟ يعني هل على الأئمة والخطبة أن يلتزموا بعنوان هذه الخطبة؟ أم أنه يستطيع أن يخرجوا عنه؟ وكذلك هذا كلام جميل يعني في بيان هذا الكلام نحن نقول أننا عندما نقترح أو نرى من المناسب أن يتم الخطابة في هذا أو تناول موضوع خطبة جمعة في هذا الأسبوع مثلا عن المرأة باعتبار تناسب ذلك مع يوم المرأة العالمي أو مع عيد العمال يوم العمال أو مع مناسبة شهر رمضان أو المناسبات الدينية أو الوطنية أو حتى الاجتماعية أو أحداث هامة في الوطن وهو يتناول هذا الموضوع هو بعلمه بثقافته بتخصصه نحن نقترح أو نضع العنوان ليكون مؤشر فأينما ذهب المصلي عندما يعود ماذا تحدث الإمام؟ تحدث عن المرأة لكن ربما كل إنسان يتناول هذا الموضوع بشكل مختلف ضمن إطار عام اسم هذا الإطار العام أو محدد هذا العنوان المرأة مثلا أو العامل أو الصيام أو مثلا حقوق المرأة في الإسلام أو مثلا تحديات ممكن تصيب المجتمع علاج بعض قضايا أو مشاكل في المجتمع لكن من الخطأ أن تظلم وزارة الأوقاف أو أن تجلد وزارة الأوقاف فتتهم أنها توحد خطبة الجمعة بمفهوم تكميم أفواه الخطبات نحن نوظف أناس لهم منزلة من التأهيل ما تجعلهم يتحدثون كل بطريقته بأسلوبه في هذا الأوقاف ممتاز خلينا نستمع لرأي دكتور بسام عورتاني فيما يتعلق بهذا الموضوع دكتور بسام استمعت لي ما تفضل بيا دكتور الشيخ خميس عابدة وقال من الخطأ أن تظلم وزارة الأوقاف بأنه تتهم بتكميم الأفواه أو بفرض سلطة فيما يتعلق بتوحيد خطبة الجمعة ما رأيك بهذا الكلام؟ وباعتقادك ما هو الهدف من وراء يخلينا نسميه اختراح رح نرجع نتأكد مرة تانية من أيضا دكتور خميس عابدة تفضل شكرا لكم لهاي الدعوة بداية أنا بحب أوضح المنظور اللي بدي أحكي من خلاله في فهم وتحليل وتفسير الموضوع هو منظور اجتماعي من خلال علم الاجتماع بالتالي أبدأ بالإطار العام الإطار العام لفهم التنظيم المؤسساتي وعلاقته بمفهوم الدولي منذ نشأة مفهوم الدولي الحديث بدأ الصراع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في المجتمعات وبدأ الصراع على من له الحق في السيطرة على كل مؤسسات المجتمع وتنظيم الفضاء العام بالتالي هذا صراع تاريخي إذا بنا نحكي بالمفهوم الوظيفي في المجتمع الفلسطيني للمساجد هو المسجد المؤسسي له دور تنظيمي له دور ثقافي اقتصادي سياسي وديني أكيد ولكن الواقع الآن هو في إطار التنظيم المؤسساتي الشامل للدولة يصبح الفضاء العام هو ملك للرؤية التنظيمية الشاملة اللي بتجمع كل أطياف المجتمع الفلسطيني بمعنى الدولة مؤسسة ترعى شؤون وتنظم المؤسسات والمجتمع الفلسطيني بكله بطوائفه بدياناته بتعدده الشامل بالتالي مسؤولية الدولة هي تنظيم جميع المؤسسات اللي بتندرج تحت إطارها نعم إذن دكتور بسامي أنت تعتقد أنه عادة ما بيكون في عنا توجه لمنابر المساجد لتمرير دعنا نقول أفكار معينة أو مواضيع معينة تموس حياة المجتمع أو توجيهات سواء أرادتها السلطة أو غيرها من خلال هذه المنابر لأنه ما زال المجتمع يعتقد بسلطة هذا المنبر واستطاعته على إقناع شريحة كبيرة من الناس صحيح؟ نعم ولكن أنا بدي أحكي بما هو في الواقع الواقع الآن المساجد وتقوم بدور طبعا المسجد للعبادي إذا دققنا التفصيل في خطيب في خطبة في هدف من الخطبة في موضوع بالآخر أعتقد بأنه يجب أن نستخدم هذه المؤسسات أو هذا المكان المقدس للقيمة الفضلة أو الفضيلة الكبرى التي تمس الدين بالأساس وثانيا لطرح حموم المجتمع الحقيقية بطريقة منفتحة بطريقة الخطاب الواقعي مش الخطاب التاريخي المنفصل عن الواقع يجب أن يكون فيه محددات للخطبة يجب أن يكون فيه محددات لمن هو الخطيب أيضا المسألة ليست مربوطة فقط بفرض خطبة أو عدم فرض خطبة القضية أكبر من هيك القضية بتتعلق بالمؤسسات التي تخرج خطباء التي هي المؤسسات التعليمية لأن المسجد له دور تعليمي تثقيفي له دور ثقافي مهم بالتالي يجب أن ننظر إلى المؤسسات التي تخرج هؤلاء الخطباء ويجب أن ندقق بالتكوين العلمي لهم من أجل فهم أو من أجل التأثير الحقيقي في طريقة إلقاءهم الخطبة أو طريقة تأثيرهم على الآخرين طيب سنرجع لك دكتور بسام لكن كمان سنرجع لقصة لما حكينا الاقتراح أم الزام دكتور خميس حدثك تفضلت وذكرت بأنه يتم من خلال وزارة الأوقاف طرح لموضوع الخطبة أو عنوان خطبة الجمعة القادمة وأيضا نشرها على موقع وزارة الأوقاف على الفيسبوك الآن بس خلينا نتأكد قبل ذلك هل هناك الزام؟ يعني أنه أي شخص لا يلتزم بهذا الموضوع هل يتم حاسبته أو مساءلته؟ هل هناك رقابة على هذا الموضوع أم لا؟ يعني التزام الخطيب هو الأصل بالعنوان بالموضوع بالعنوان أن يلتزم بالعنوان لكن معالجات محتوى العنوان هي تعتمد على الخطيب ذات الخطيب وبالتالي مدام تحدثنا أنها تنشر على موقع الوزارة الفيس إذن يستطيع كل إنسان أن ينظر إليها ولا ينظر إلى خطبة إنما ينظر إلى عنوان مقترح تقترح الوزارة وتوجيه الخطباء للخطابة في هذا الموضوع في خطبة الجمعة ضمن محددات ليست محصورة في ذات المحددات إنما هي معينة للخطيب للحديث في هذا الموضوع لكن نحن نترك هامش بتوجيهاتنا لكافة الخطباء ما المقصود بالهامش؟ نعم مثلا هذا الأسبوع تحدثنا قبل يومين عن مسؤولية ما أكرمهن إلا كريم المرأة الفلسطينية لها علينا حق ولها علينا واجب أن نتحدث عن المرأة بشكل عام حقوق المرأة في الإسلام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص التي نجدها في الميدان مهندسة وفي المستشفى طبيبة وفي المجلس التشريعي نائب وفي المحكمة القاضي ولكن نقول لها في الوقت ذاته كوني مهما شئت أن تكوني لكن لا تتخلي عن أن تكوني أنت ربة الأسرة أنت الملكة التي أنت أصل بناء المجتمع ربما أنا أتناولها من زاوية معينة ويتناولها خطيب ثاني أو آخر ببيان أحكام الميراث وعدم حرمان النساء من حقهن في الميراث إزالة الشبهات تكريم المرأة ربما أن تتناغم وتتوائم كافة القوانين الفلسطينية بحيث لا تميز بين الذكر والأنثى في الحقوق يعني بمعنى آخر نحن لا نلزم الخطيب بمضمون الخطبة بشكل كامل إنما بمحددات عناصر معينة يتحدث بها لأننا نعتقد أن المعايير التي نوظف أو نسمح للخطيب أن يخطب بها هي معايير تؤهل للحديث في هذا الموضوع لكن الخطورة فيما تحدث به وأنا أوافق سعادة الدكتور في الموضوع أن رسالة المسجد يجب أن لا تنحرف عن ما خصصت لأجله نحن نقطع عندما نتحدث أن المسجد هو المؤسسة الوحيدة في المجتمع في الدولة المسجد انطلقت منه المؤسسات بمعنى كان المسجد مكان للحكومة نعم وكان المكان الذي تخرج منه البعثات سواء العلمية أو العسكرية أو إلا كان مجلس القضاء فيه كان هو المدرسة الأولى كان وكان لكن عندما ننظر إلى تراث إسلامي إلى حضارة إسلامية عبر كرون طويلة من الزمان عندما ننظر إلى المستشفى نقر على باب المستشفى الآن وإذا مردته فهو يشفين إذن هذا المستشفى يجب أن ينتمي برسالته إلى المسجد المدرسة عندما نقر على بابه وقل رب زدني علما إذن المناهج المدرسة تنتمي إلى المسجد المسجد باعتبار الجدران التي تحيط به أصبح الآن مخصص لجانب المعين لديك الوقت سريعا يعني تعقبا على ما ذكرته وعلى أيضا أنه كانت خطبة الجمعة الماضية تناولت موضوع المرأة وأيضا الجزء الثاني من الخطبة والخطبة الثانية كانت عن السيارات غير القانونية أو سيارات المشطوبة واللي هو الحديث عن المرأة كان بتزامن مع يوم المرأة الذي يصادف أثاما من أذار بل سبقنا ذلك يعني نعم كان استباق لكن كيف تعقب وكيف تعلق فضيلة الشيخة على ما قاله خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة بتاريخ 17 من شباط عندما تحدثنا بشكل أو بآخر عن أن النساء الكاسيات العاريات وهو طبعا الحديث لرسول الله لكن حملهن يعني كنهن السبب في الهزيمة والفشل والضلال في الأمة كيف تعقب على ما تم بكره؟ كان هناك أيضا هجوم على هذا أو اعتراض وامتعاض من قبل الجمهور المثال الذي طرحته ما من شك أن المسجد الأقصى يشكل بؤرة عظيمة ليس في عقيدة ليس في عقيدة الفلسطينيين كمسلمين بل في عقيدة كل المسلمين في العالم ويعني ثالث المساجد التي تشد إليها رحال ويعني له من الأهمية في عقيدتنا ما يجعلنا طبعا يعني لا يمكن إلا أن يبقى إن شاء الله إسلامي وعربي وشرف خدمته لكل فلسطيني في هذا المجال المسجد الأقصى غير تابع في إدارته للسلطة الفلسطينية بمعنى لوزارة الأوقاف الفلسطينية ومن هنا أنا أتوقف عن الحديث في هذا الموضوع من هذا الجانب أما من الجانب الثاني ما يتناولون من مواضيع نحن نتمنى أن تتناغم هذه المواضيع حقيقة يعني والذين يقومون في الخطابة ما من شك أنهم يعني من العلماء ومن الأفاضل ويعني أنا لم أستمع إلى الخطبة ولكن أنا أود أن أتحدث الزاوية التي تحدثنا نحن الخطبة كاملة موجودة لدينا نحن من كرالها نحن بينا في خطبتنا ووجهنا خطبائنا على أن يبينوا أنك إذا أردت أن تبني دولة أو أن تهدم دولة المرأة هي الأساس في ذلك المرأة لا تتخلى عن دورها كربة بيت بالإضافة إلى عملها مهما شاءت كوني مهما شئت أن تكوني لكن إذا هو مسؤول عن ما تحدث به غير أنه لا يتبع ولا يخضع طبعا في إدارته وإنما للأوقاف الأردنية طبعا لذلك أنا قلت لا نتدخل سعيد نحن نرجع نقش في هذا موضوع كمان لأهمية لكن ننتقل إلى فاصل سليم مشاهدينا وأكيد نكمل حديث وموضوع حلقتنا كونوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا وعودة للترحيب بضيفينا طبعا فضيلة الشيخ الدكتور خميس عابدة وأيضا الدكتور بسامع ورثاني وأنتقل إلى دكتور بسامع ورثاني كما استمعت لما تفضل به فضيلة الشيخ وحول السؤال المتعلق بخطبة الجمعة في مسجد الأقصى المبارك لخطيب المسجد الأقصى والذي تحدث فيه بشكل أو بآخر عن أن النساء هو جزء كان من الخطبة أن النساء الكاسيات العريات هنا سبب واحدة من أسباب الهزيمة والخضلان كانت هذا أو كان هذه عنوان الخطبة ما تعليقك دكتور؟ خاصة أنه كمان كما وضح الدكتور الشيخ خميس أنه هذا ليس ضمن المسجد الأقصى ليس غير تابع لوزارة الأوقاف الفلسطينية وبالتالي خطبة الجمعة مستقلة خطبة الجمعة مستقلة هل تعتقد أنه هذه أحد السلبيات لعدم توحيد يعني خطبة الجمعة؟ بداية بالشكل العام خلالي نحكي عن مفهوم الثقافي أعتقد بأنه من الملاحظات الميدانية اللي أنا بشوفها لأنه جزء من المجتمع بأنه هو بين الخطاب النخبوي شو ما كان نوعه سواء ديني أو غير ديني والتطبيق العملي والواقع هذا الخطاب منفصم إلى حد كبير عن الواقع ومعالجة القضايا الواقعية وأنا بعتقد السبب هو عدم انفتاح الثقافي على العقلانية والعلمية في معالجة القضايا هذا سبب مركزي برأيي للعديد من المشاكل الاجتماعية أو للعديد من القضايا المرتبطة بالخطاب سواء كان من مسجد أو مؤسسات أخرى الآن المسئولية على القطيب في المسجد مسئولية كبيرة لأنه هو يتحدث ويشكل يعني خلينا نحكي مرجع للمستمعين مرجع ديني باعتباره أنه يتحدث في الدين في شيء مقدس بالتالي هذا الخطاب يجب أن يكون واعي بالقدر الكافي أنه يستوعب الآخرين وأنه يقدم طرح منطقي وعقلاني للأشياء مش يقدم طرح في ضيق رؤية في لوم في تحميل المسئوليات على الآخرين دون الحديث عن الأسباب الحقيقية أنا بعتقد أنه المرأة والرجل في المجتمع هم يعني بكملوا بعض بالتالي الفشل والمأساة اللي إحنا فيها لا يجوز أن نضعها على عاتق المرأة لأنه إحنا مجتمع تقليدي ذكوري بالتالي المسئول هو الرجل إذا الرجل يعتقد بأنه هو المسئول الأول والأخير كيف ممكن أحط اللعم على المرأة بسبب الهزام وبالمناسبة هذا خطاب قديم وهذه مشكلة من مشاكل الخطباء أيضا أنه هم بعيدوا خطبات قديمة دون التفكير والتعمق في العلوم والعقلانية الدين منفتح على العالم الدين لم يحارب العلم بالمفهوم النصي من حارب العلم هو من يعني يعني امتهنوا السياسة بالتحديد بالتالي هذا الخطاب فيه مشكلة بأنه خطاب واحد ذو بعد أو ذو اتجاه واحد فيه لوم كثير فيه تحميل أخطاء لعنصر أو لجزء من المجتمع في حين الحقيقة غير هيك لأنه فيه في الواقع في المجتمعات كلها بأنه فيه مجتمعات اتطورت كثير ولكن لم يكن مطروح لديها موضوع اللبس للمرأة يعني ونجحت واتطورت بالتالي المسألة مسألة موضوع اللبس والمظاهر هاي مسألة مرتبطة في البنى الاجتماعية أولا ثانيا احنا في عنا مشكلة في مفهوم الفساد لما نحكي فيه في الفضاء العام وفي الخطب دائما وأبدا نشاهد أنه مفهوم الفساد مرتبط في المرأة في المرأة طيب الكذب وين؟ النصب وين؟ التزوير اللي بتان في الرجل وين؟ دكتور هذا خطاب متطرف للأسف وهو يعني كما قلت يعني خطاب يعتمد بالأساس على تحميل الذنب وتحميل المسئولية للمرأة وكانها مسؤولة عن الخطيئة للأسف على كل حال لحديث أكثر عن هذا الموضوع وأيضا يعني مسألة الخطبة الموحدة ينضم إلينا مباشرة من الدوحة عبر سكايب دكتور خالد الحروب الكاتب والأكاديمي مساء الخير دكتور مساء الخير لك وللضيوف أهلا وسهلا فيك طبعا كما ذكرنا من بداية حلقتنا موضوع الحلقة عن خطبة الجمعة الموحدة وأيضا في ذات السياق كنا نتحدث ونناقش ما تم طرحه من قبل خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة في السابع عشر من شباط حول أن بما معناه أو جزء من الخطبة كان عن أن النساء الكاسيات العريات هنا أحد أسباب الهديمة والخدلان دكتور بداية ما رأيك بمسألة توحيد الخطبة فيما يتعلق بترسيخ مسألة سيطرة النظام الحاكم وأيضا يعني كيف تؤثر على الحريات العامة يعني لو كان هذا النظام نظام ديمقراطي ونظام يخضع لسلطات رقبية مختلفة تشريعية وقضائية وسواها وإعلامية لربما جاز التفكير مجرد التفكير في مسألة توحيد الخطبة لأن ما نرى من فضائح في الواقع في كل هذه الخطب وناس غير مؤهلين لا من ناحية عمرية زمنية ولا من ناحية عمرية معرفية بأي سلطة وبأي حق يحاولون توجيه ألوف من الناس عشرات مئة الألوف من الناس كل حسب مزاجه فلذلك المسألة نفسها خاضعة للنقاش لكن مشكلتنا في البلدان العربية ومن ضمنها السلطة الفلسطينية أن هذا الأمر يساء استخدامه وتصبح الخطبة مجرد بوق للنظام الحاكم أو للسلطة أو لما تراه هذه وزارة الأوقاف أو تلك وأيضا الأعمار الزمنية والمعرفية في وزارات الأوقاف هذه لا تختلف كثيرا لا عن الأعمار الزمنية ولا المعرفية للخطباء أنفسهم فلذلك هي دورة متكاملة مع الأسف الشديد من التخلف والثقافة السطحية لكن المشكلات تبقى فعلا مطروحة ومأزومة لكن في المطلق العام من ناحية مبدئية من ناحية مبدئية ومثالية لنقل أي توحيد وأي فرض على الناس وبما فيهم الخطباء حول ماذا يتحدثون فيه سلطوية مفروضة لكن في ذات الوقت وبسبب خطورة الخطاب الديني وخطورة الدين وما يوجهه وتأثيره على الناس على الأقل يجب أن تكون هناك توجيهات أو توفقات حتى اجتماعية للخطيب أن يتحدث على عبودية وعلى جوانب العبادة للفرد عموديا مع الإله مع السماء مع من يعبد لكن ليس له علاقة بأن يفرض على هذا الفرد أفقيا كيف يتعامل مع المجتمع ولا مظهريا ولا مسلكيا هنا يتصبح سلطة إضافية مرفوضة للخطيب له أن يتحدث ما يشاء عن العلاقة الروحية للأفراد لكن عن التمظهر والتعبير الاجتماعي للتدين من ناحية أفقية هنا يدخل منطقة مرفوضة لأنه ليس مؤهلا لذلك له أن يتحدث لنا عن قيام النظام عن قيام الإتقان العمل عن قيام الاحترام المتبادل لكن ليس له أن يتدخل في كيف يتحدث الناس وكيف يتعاملون وكيف وما هي مسلكياتهم إزاءة لبعضهم وبعضنا قبل ما أصلك سؤالي الثاني دكتور أريد أن أطلب من الزملاء في الصوت يرفعونا الصوت شوي كما ذكرت دكتور خالد ونقطة التي تحدثت عنها الخطباء بشكل عام يعتقدون أن لهم المساحة وحتى وزارة الألقاف يتحدثون عن كل ما يخص حياة الفرد هناك مواضيع مختلفة حتى المواضيع السياسية والأمنية والاجتماعية هي جزء من هذه الخطبة ألا تعتقد أن هذا جزء من السيطرة أو من ضبط الخطاب الديني طبعا هذا الذي حاولت أن أقوله أنه بأي سلطة وبأي حق لخطيب جمعة ربما لم يتجاوز نصف العشرينات من عمره أن يتحدث في السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد على أي من أين له هذه المعرفة وخاصة أن حياتنا في الأيام هذه تعقدت إلى درجة بالغة التعقيد لا يستطيع أحد مننا أن يفقه ولا أن يعرف في كل هذه المجالات لذلك عليه احترام القدر الديني من معرفته والتوقف عند ذلك وفقط ليس له أن يتحدث في موضوعات النصر والهزيمة وشروطها والتاريخ وكيف قامت الأمم وكيف نهضت وكيف انحطت من أين له هذه المعرفة؟ هذه القضايا خاض فيها فلاسفة ومؤرخون ومفكرون وكتبت فيها مجلدات وموسوعات ولم يصل فيها كل هذا البحث إلى إجابات رياضية كما يريد لنا الأخ الخطيب خلينا نسمع من فضلك تعقيب فضيلة الشيخ على هذا الموضوع وخاصة أنه كمان خطبة الجمعة الماضية يعني كانت عن جزء منها كانت أو الخطبة الثانية كانت عن سيارات غير القانونية وهذا موضوع يامس حيات الناس تعقيبك من فضلك على ما ذكره أنا حقيقة أنا أشكر للدكتور خالد وكذلك لأخي الدكتور بسام عوار ثاني يعني الحديث والمشاركة في هذا الموضوع الهام ربما وضع يده بشكل مباشر على الجرح دكتور خالد لحروب في هذه المسألة كيف فعلا لخطيب لم يتجاوز يعني العقد الثاني من عمره يتحدث عن أخبار السند والهند في حين أنه يعني مطلوب منه أن يتحدث بما تخصص من أجله أنا عندما يعني لا أنظر إلى السن عندما يكون هناك مؤهل بمعنى أن الطبيب لا أنظر إلى سنه 30-40-50 عندما يعالجني أو يكون بمعالجة قضية إنما أنظر إلى المؤهل الذي حمله من خلال الجامعة من هنا أنا أحمل المسؤولية في التأهيل للمؤسسة التي تمنح الشهادة العلمية وهي مظنة لهذا الذي نكون نحن بتعينه وبتوظيفه على أساس أن يكون إمام وخطيب وموجه لماذا هو لا يريد أن يتحدث أو يعلم الناس عقيدتهم في هذه المؤسسة الخاصة أو في هذا المكان الخاص المسجد أترك المستشفى للأطباء أترك السياسة للسياسيين أترك مكتب الهندسة للمهندسين أن تتحدث علم الناس عقيدتهم علمهم فقه دينهم ما تعلمته علمهم إياه لا تتدخل في شؤون غيرك وربما من هو أكثر منك حقيقة معرفة من خلال أنه متقصص في هذا المجال أما مسألة الثقافة نعم رح نرجع لك دكتور بس عشان وقت دكتور خالد قبل أن نختم معه دكتور إذا تحب تضيف أي شيء قبل الختام الحقيقة نعم أنا تحديدا على المسألة التي ذكرها خطيب الأقصى أن الكاسيات العاريات سبب الهزيمة وكذا يعني من أين جاءت هذه العلاقة الميكانيكية إذا كانت العري هو سبب الهزيمة فلماذا انتصرت أمريكا ولماذا انتصرت ألمانيا ولماذا تتقدم اليابان وتقريبا الزي الوطني هو التنانير القصيرة في كل اليابان لماذا تتقدم كل هذه الأمم اسكندنافيا والسويد وليست هذه المسألة هي التي تساهم في الهزيمة أو النصر في هذه إلا نحن لا نتوقف إلا عند كيف تلبس النساء وكأن هذا هو مربط الفرس في كل هذه المسألة لماذا نحن يا سيدة ألا والأخوان الضيوف الأفاضل بحسب المسوحات العالمية أكبر نسب تحرش في العالم كله هي في الدول الإسلامية التي يكثر فيها الاحتشام في أفغانستان وفي مصر وفي إيران وفي سعودية هذه تحتل أربعة المواقع المتقدمة في العالم في التحرش الجنسي وهي أكثرها حجاباً وتنقباً واحتشاماً بينما كل الدول الأخرى الأكثر عورياً من أوروبا بأسكندنافيا هي الأقل تحرش جنسي لذلك هناك لهذا الذي أقوله هذا الربط الميكانيكي العفوي المبسط وأحياناً التافه بين الظواهر الاجتماعية وتركيبها وتعقيدها وبين مساء الكبرى مثل التقدم والتخلف والهزيمة والنصر ثم يأتي علينا شخص بثقافة مسطحة بالغته ليقول أن سبب هزيمتنا أمام إسرائيل أن الكاسيات العريات يا أخي 90% من النساء لهذا كاسيات وكيف تنتصر إسرائيل علينا معنا ذلك وكل معارية شو العلاقة التافية إزاحة المسألة وإزاحة القضية إلى منطقة تماماً ليست هي القضية مسألتنا في أزمة القيادة في بناء اقتصاد قوي بناء مجتمع قوي بناء إجماع وطني بناء جيش قوي هذه المسائلة الحقيقية أما كيف تقوم اليابان أنا مرة أخرى أسف ولله على الإطلاق لأسف انتهى وقتنا كل الشكر لمشاركتك كل الشكر لوجودك معنا وقبل أن نسمع أيضاً من فضيلة الشيخ هو من الدكتور بس سمع ورثاني دعونا نتابع ما قاله الناس ورأي الناس حول هذا الموضوع سواء فيما قاله خطيب المسجد الأقصى وأيضاً فيما يتعلق بأنه هل هم مؤيدين أم معارضين لتوحيد خطبة الجمعة توحيد الخطب من الوزارة أو إلزام الخطباء بالدرس معين هو يعني أنا شايف أنه مش بيهدف أنه تقليل عشوائية هي بس مجرد سياسية بحث يعني مش لأساس أنه نستفادها ورحنا بدنا موضوع معين حتى الأحاديث نفسها بعطوهم إياها ما منوع تطلع من هون ما منوع تطلع من هون طيب ما هو أنت نيجي نفترض السيناريو التالي أنت مثلاً في قرية أو في مدينة معينة في عندها أحداث عمالها بتصير مثلاً في قضية اجتماعية صارت في هاي القرية أو صارت في هاي المدينة أو صارت في هاي المنطقة عرفت كيف طب أنا كإمام مسجد وإذا كنت إمام مسجد شوي يعني قادر على إيصال فكرة أو قادر حلقة لهاي المشكلة ليش أنا أمنعه يعني ليش أمنعه أنه يحل هاي القضية الوزارة ما أعتقدش هي منتبه على كل القضايا الاجتماعية وجميع القضايا مثلاً اللي في جميع المناطق هي لو بتلم يعني كل توحيد بس هو التوحيد هذا يعني بفترض أنه يكون بين وبين يعني تعطي مجال أنت الخطيب لأمام مسجد بلا شك يعني هذا القرار فاطل أنه الوزارة أو الوزير هو بمعزل عن المجتمعات القراوية في الشيخ أو الخطيب اللي في البلد هو أعرف أو أعلم أعرف أو أعلم بالمشاكل اللي بيعانوا بين هاي المجتمع من ذلك المنطلق هو أكدر بتحديد المشكلة أو موضوع الخطبة في القرية أو البلد الله هاي التعليقات أو شغلات من النوع يعني هاي كل خطيب أنا بتوقع أنه شو بيجي من فوق ملتزم لأنه هو موظف يعني أي خطيب هو موظف وليس أي إنسان عادي يحكي شو اللي بدو إياه لأنه هذا بقرار بيكون من من الوزارة ومن الحكومة نفسها من قرار المشاكل أنا ضد هذا الإشي عشان يعني لازم يعطوا الحرية للشيخ أن يشوف شو الموضوع بناسب المنطقة اللي هو فيها ويحكي فيه عشان يعني لما توحد الخطبة يعني ممكن يكون هذا الموضوع ما بهم فئة معين للناس فيمكن هاي الفئة ما تستفيد منه فأنت بتصفي فاللي بيصفي هذول الأشخاص رحين على الخطبة بس هيك منظر يعني ما استفادوا وما سمعوا للشيخ أصلا يعني أنا ضد هذا الموضوع يعني هاي اللي لازم يعطوا الحرية لكل شيخ إن شوف شو الموضوع المناسب هذا الشيخ محدد له شو مكتوب ممنوع يطلع عن السطر المكتوب له تشيل مواحده ممنوع يطلع لأنه مسجله شو يكون زيادة ما بقدر يطلع يكون لا ما بظن يعني في الآخر هاي حرية شخصية أول وآخر يعني بغض النظر يعني في ديانات مختلفة عندنا فلسطين فأنت ذاك تقبل الديانات الأخرى أولا ثانيا إنه إذا الواحد بده كشخص كفعد بده ما يكون في دلال بقدر يكون ما في دلال يعني بقدر يغض البصر على سبيل المثال يعني في مليون طيقه إنه الواحد يعني إنه الواحد ما ييتبع هذول الأشياء الضلالات وما يوقع في الخطأ يعني من ناحية الضلال يعني هي مش شغلة منيحة إحنا باعتبرنا مسلمين ديانتنا الإسلام الحمد لله رب العالمين بس يعني للأسف يعني خصوصا جيل اليوم خصوصا جيل اليوم كمان مرة بحكي يعني بتلاقيهم نص يعني بتسمع شيخ نصكم والله مسلمة نصكم إسلام نصكم يعني يتليها لحب سلح جاب بس والله هي بانطلون ولا نصكم ولا 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 طب والله العظيم هذا غلط يعني أنا بحط الحق على الأهل إنه تربيتهم والله مش كاملة وفي منه هذا الحاكم مش ما فيش لأنه يعني واحدة لما بتيجي بتطلع بشعرها أو بتطلع باللباس غير مزبوط طبعا فيه يعني الشباب والناس اللي بتكون ماشية في شارع الكل بدوا يطلع عليها وينظر بنظرة مش سريمة أصلا إهل فساد الشعب أصلا مزبوط تلامس شيخ خاضمية في المية ألف طيب إذا استمعنا لما قالوا الناس يعني ما بين مؤيد ومعارض حتى يعني آخر واحد اللي حكي أنه النساء هون فساد يعني هذا رأيه على كل حال دكتور بسام ما تعقيبك على ما ذكر وسريعا أيضا سؤالي أنه هذا التوحيد يعني توحيد الخطبة خاصة في الوقت اللي إحنا فيه خصوصية بكل منطقة يعني فيه عنوان بنطرح من طلب وزارة الأوقاف لخطبة الجمعة لكن أحيانا ممكن تكون فيه مشاكل طاغية في تلك المنطقة فهذا أحيانا ممكن يؤثر على المشاكل أو الخصوصية المتعلقة بكل منطقة وأيضا تعقيبك على ما ذكره الناس نعم بداية خلينا نحكي في الإطار القانوني المنظم لعلاقات الناس أو المجتمع الفلسطيني أنا بأعتقد بأنه أي خطاب فيه عنصرية أي خطاب فيه قذف وتشهير وذم للآخرين أي خطاب فيه تكفير أي خطاب فيه أي نوع من أنواع العنصرية برأيي وحسب القانون مش برأيي حسب القانون هو مرفوض فأنا أعتقد أنه يجب الاتفاق على هذا المبدأ العام أنه سواء في المسجد أو غير المسجد يجب أن نتدرب أو نتعلم أنه يكون خطابنا وحوارنا بعيد عن العنصرية وشتم الآخرين وقذف الآخرين سواء كنا في السلطة أو في المعارضة لأنه المسؤولية كبيرة علينا كمجتمع فلسطيني هذه نقطة مركزية فبرأيي أنه موضوع القانوني والتنظيم وملاحظة هذه الظواهر مهم ليس فقط على مستوى السلطة أو الدولة ولكن على مستوى المؤسسات وكل النخب في كافة المجالات أن تلاحظ أن تحاول أن تقلل من هذا الخطاب هذه الدرجة الثانية موضوع تعقيب على ما قاله الناس يعني الثقافي العامي أنا برجع على موضوع الثقافي إحنا عنا مشكلة كبيرة في مشروع أو مفهوم التنمي في فلسطين بفهم أنه إحنا مجتمع محتل مستعمر بفهم تماما أنه عنا مشاكل مرتبطة بمتغيرات إقليمية ودولية ولكن في عنا مشاكل داخلية نتحمل مسؤوليتها أنه إحنا ما عنا مشروع ثقافي تنموي إحنا التنمية عنا مقتصرة على الحديث عن الاقتصاد والتشغيل والحد من الفقر فقط وعلى الاعتبار أنه الثقافي ما لهاش علاقة أنا برأيي الثقافي هي الأساس لا يوجد عنا مشروع ثقافي حتى في المؤسسات التعليمية هذا المشروع غائب إلى حد كبير لكن دكتور بالتالي التربية الدينية والمشروع الديني أيضا قاسر عن القيام في معالجة الثقافي التقليدية اللي هي خلطة مش واضحة معالمها بتأثر على سلوكياتنا يعني دائما وأبدا أمان دكتور دكتور لما للأسف هذا خطاب موجود إحنا استطلعنا آراء الناس وفي ناس كتير من اللي استمعنا لإجاباتهم اللي هم حملوا بالفعل النساء وإن كان بدناش ندخل في تفاصيل الحجاب النص كومة أو غيره وهنا حملوهم أنهم جزء من هذا الفشل جزء من هذه الضياع ضياع الأمة وهذا خطاب للأسف يعني إذا خطيب المسجد الأقصى حكم من بين الأسباب هنا النساء الكاسية العريات فبالتالي هل تعتقد أن هذا التوجه الآن هو كان توجه سابق بتحميل النساء يعني الخطيئة لكن في ذات الوقت يعني في ترسخ لهذه الفكرة موجودة وخطورتها لما تيجي كمان التأكيد منها من خطيب المسجد الأقصى نعم أولاً يعني هذا الخطاب موجود ومنتشر ليس فقط في المسجد الأقصى وأنا اسمعتها يعني مباشر ومن خلال آخر جمعة كمان في رمالله في بعض المساجد تم التطرك لنفس الموضوع وتم الحديث بنفس الفكرة إحنا إننا مشكلة كبيرة في موضوع نقد الذات أو محاسبة الذات إحنا ما منقدر لأنه إحنا دائماً دائماً منحمل أخطائنا للآخرين لأنه مع إنا قدرة على نقد ذاتنا بطريقة موضوعية إحنا منخاف من مواجهة أخطائنا دائماً منبحث عن ما هو أقوى لتحميله المسؤولية أو ما هو أضعف لتحميله المسؤولية إحنا الطفل عنا هو عمره في السنوات الأولى منحمله مسؤولية الشتم ولا سلوك خاطئ في حين إنه الطفل يتعلم هذا السلوك الخاطئ من الأكبر منه من أبوه ومن أمه إحنا منحمله المسؤولية ومنضربه بالمقابل البنت والمرأة دائماً منحمل مسؤولية فشلنا أنه المشكلة في المرأة لبسها طب ما هو اللبس اللبس هو يعني إذا إحنا بنا نحكي عن ثقافة الثقافة الفلسطينية إذا بنا نحكي عن مفهوم الاحتشام إحنا يوجد لدينا لباس تقليدي فلسطيني محتشم خلينا نحافظ عليه سواءً للرجل أو للمرأة المسألة مش متعلقة فقط في المرأة لكمان فيه لبس محتشم للرجل أيضاً بالتالي هذا المنظور الخطاب الساعد هو خطاب بعاني من أزمة ثقافة أنا بشوف أنه في عنا أزمة ثقافة وللأسف وللأسف أنه إحنا معتقدين أنه الثقافة هي أنه نغني وأنه نلقي شعر ولا نعزف موسيقى الثقافة مفهوم أكبر من هيك هاي فنون جزء من الثقافة ولكن الثقافة كيف نحكي كيف نختار اللغة كيف نمارس حياتنا الطبيعية كيف نوكل كيف نشرب كيف نلبس نعم كل هذه المسائل مرتبة بها دعونا نستمع لرأي الدكتور خميس أيضاً فيما قاله الناس وليهم كمان ناس معتقدياً وحضرتك ووضحتنا من بداية الحلقة بأنه وكأن الخطبة تأتي كاملة وما على الخطيب إلا قراءتها خاصة أنها كمان تنشر على موقع وزاة الأوقاف على الفيسبوك وفي ناس كثير من التعليقات أيضاً اللي احنا وضعناها للمشاركة واللي وصلتنا على صفحة البرنامج بأنه إذا هي الخطبة بتنحط على الفيسبوك فليش احنا ما نروح نسمع الخطبة فما تعليقك؟ يعني لا أضيف على ما قلت في بداية حديثي أن الخطبة نحن لا نضع خطبة إنما نضع عنوان بمعنى نعمل مستطعنا ليتوافق خطاب كافة الخطبة في كافة المساجد مع عنوان معين لعلاج قضية من القضايا المناسبات على مدار السنة إما دينية إما وطنية إما إجتماعية إما أحداث لا يوجد سوى ذلك إذا كانت دينية الخطيب هنا مطلوب أن يتحدث في الجانب الديني في شهر رمضان أحكام الصيام في الحاجة دعيني أكمل يعني الموضوع أنا وجدت أنه يعني أصبح يختزل في لباس المرأة لا لا وفي ما قاله أو ما خرج من خطيب المسجد الأقصى الذي قلت أنني لم أستمع إلى تلك الخطبة نحن دورنا كخطبة كعلماء دين أن نتحدث عن أحكام شرعية دون المساس بسلوك الناس المباشر إنما نوجههم نحو الحكم الشرعي السليم بمعنى المرأة مهما كان لها من لباس لا يعني ذلك أن يعتدى عليها لأنها ربما تهتدي فتكون أفضل من الذي يتحدث أو ينتقدها هذه مسألة نحن نؤمن بها لكن نحن ما ندعو إليه من خلال خطابنا الديني الذي يتحدث عن عنوان ولا يتحدث عن محتوى مكرر وكأنه يعني نعطيه نشرة أخبار كما ذكرت أن يكون بعيد عن الغلو بعيد عن إثارة الفتان النعارات خطاب متوازن خطاب معتدل خطاب وسطية خطاب واعي الثقافة التي تحدث عنها أخي دكتور بسان يعني صحيح أن الفنون هي جزء منها لكن عندما نحن نتحدث عن الثقافة الإسلامية التي تنضوي على جانب معياري معين نحن نقول بذكاء هذا الداعية أنفقها كما تشاء اجعل إطارها واسع بحيث أنه يتسع لكل المسائل لا تجعلها ضيقة لا تجعلها محصورة أنت بوعيك بعلمك بحبك بانتمائك لوطنك لمجتمعك أنفق بها ما شئت لكن لا تثقبها لا تثقبها وسع على نفسك ما شئت الوعي بالأحكام الشرعية هو يوسع على الإنسان ويجعله يفهم الدين كلما وجدنا حرج في الدين يعني أن ثقافة هذا الإمام وعي هذا الإمام هو وعي ضعيف لكن المسألة التي أود أن أبينها في أقل من نصف دقيقة هي الهامش للخطيم أنا استمعت إلى كلام الناس الناس جميل أن يتحدثوا بذلك لأنهم يعتقدوا هذه الندوة وسواها من لقاءات يجب أن تكون على مدار السنة ليست فقط بعد ربما فترة طويلة من الزمن أن يفتح هذا الموضوع الناس تظن أو شوها لها أننا نحمل خطبة الجمعة ونقول للخطيب يقرأها كما في بعض الدول نحن لا نفعل ذلك نحن نقول له تحدث هذا الأسبوع عن الفساد نضع له عنصر أو عنصرين وبعض آيات ليستعين بها نتحدث عن خطر المخدرات تحدث عن خطر مثلا السيارات المشطوبة أو الغير صالحة ومن ثم نحن تحدث عن شهر رمضان تحدث عن العامل تحدث عن الأم تحدث عن كذا لكن نحن لا نعطي نشرة أخبار لأننا نثق أن هذا الإمام قادر على تناول الموضوع ولكن ما تحدث به كذلك الناس إذا كان هناك حدث في تلك القرية أو في تلك البلدة أو في ذلك الحي فتناوله جاءني أحدهم وأنا المسؤول قال فلان تحدث عن موضوع كذا في إحدى الأحياء أو في أحد المساجد يجب كلت أن نكافئه لماذا؟ لأن الخطبة هي معالجة لقضية ما لكن لا تعني هذه المعالجة أن تتحول إلى شتم وإلى سب وإلى وإلا أن الأوقاف تقيدني وتشتمني لا يا أخي أنصب إليك صيوان واشتموسب زي ما بداك أنصب إليك نادي واشتموسب هو فقط الخطيب الذي يتحدث في المسجد والذي يعبر عن رأيه الخطيب هنا له وظيفة ومهمة أن يعلم الناس ما لا يجدوه في السوق من أجل أن يتعاملوا مع السوق يعلم الناس ما لا يجدوه في المدرسة أو في الحي أو في العائلة أو بين الأزواج فيعلمهم هذه الأحكام الشرعية في حين لا يكون يتولى وظيفة الآخرين عشان الوقت بنعم أو لا إذن هل الخطبة غير ملزمة؟ هل يمكن أن لا يلتزم بها الخطيب بالعنوان والفكرة؟ طالما لا يمكن أن نقول نعم أو لا بهذا المفهوم نقول طالما أنه لا يوجد حدث يختص بذلك الحي بتلك القرية وهذا ما تحدث عن خصوصية المناطق أما بشكل عام نحن نتحدث لأن الذي يقوم بإعداد الخطبة ليس شخص إنما يقوم لجنة كاملة وأنا أدعو كافة خطبائنا في كافة المحافظات أينما وجدوا ويعني أن يقوموا باكتراح المواضيع التي يرونها مناسبة مع بعض عناصر وإعاني لزملائهم الخطباء أن يجتمعوا في كل أسبوع عندما يروا عنوان معين للخطبة في كافة وهكذا نوجههم اجتمعوا على الأقل الخطباء في المساجد الرئيسية اتفقوا أنتم بأنفسكم كيف يمكن أن تقدموا أفضل ما يمكن أن نتحدث به باسم الدين إذا كانت الجامعة لا تؤهل الخطيب للخطابة لا تؤهلوا للحديث في الدين ما المطلوب مننا نحن كوزارة نقوم بتعيين هؤلاء الناس ليكونوا خطباء في حين أننا نجد أننا نجلد ونتهم بضعف الخطبة لا المطلوب أن نكون جميعا عند مسؤولياتنا نحن في الوزارة عند مسؤولياتنا المؤسسة التعليمية العليا الجامعة عند مسؤولياتهم المؤسسة الدينية تحرص أن تقدم الجانب التكاملي في بناء المجتمع والتنمية والدولة تنتهى وقتنا دكتور بسام بدي أسمع منك كلمة أخيرة في الختام تفضل شكرا أعتقد الدور على وزارة الأوقاف هو الدور تنظيمي ويجب أن يكون تعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل النظر في موضوع تكوين وتأطير الخطباء الجدد وهذا مهم جدا وبالنسبة للخطب الموحدة أعتقد بأنه المراقبة أو متابعة الخطباء من ناحية عدم السقوط في المحظورات بالمعنى الإجرائي للكلمة بمعنى السب والشتم وإلى آخره أعتقد هذا مهم ولكن تقييد حرية الخطيب أيضا بالمطلق أو إجباره على أنه يقدم رؤية سياسية هذا أيضا مرفوض لأنه المسجد وحكى فضيلة الشيخ أنه للوعظ والعبادي وكنا منعرف كدش كدسية المسجد فلا يجوز أن يكون مصدر للخلاف السياسي بالأساس بالتالي الرقابة يجب أن تكون لها وعليها بحدود ولكن أن لا تمس بالحريات العامة أيضا وهذه مسؤولية الخطباء أيضا لازم يدركوا أنه أنت مسؤوليتك أنه تجمع الناس ليس تفرق شكرا لك دكتور بسام على هذه النقطة تحديدا وأحب أختم معك فضيلة الشيخ لاخم باختصار شديد فيما يتعلق بالجانب السياسي والأمني وهذه تجربة قد تم أيضا في مصر كان هناك صراع فيما يتعلق بالخطبة الموحدة ما بين الأزهر والأوقاف وانتصر فيها الأزهر في العام 2016 العام الماضي وانتهت فعليا في ديسمبر عام 2016 هذه التجربة المصرية أيضا هل يمكن القول أنه لدينا نحن أيضا أسباب سياسية وأمنية فيما يتعلق بالخطبة الموحدة والمواضيع التي يمكن تمرير ما تريده السلطة من خلال هذه المنابلة هذا كلام كذلك مخلوط بالخطأ نحن لا نقبل أن يكون المسألة منتصر ومهزوم نحن نعمل جميعا من أجل بناء دولة ومن أجل بناء وطن بمسؤولية واحدة الخطيب عند مسؤوليته وزارة الأوقاف تكون بتنظيم هذه المسألة ونحن ندعو الكل عندما أقول ندعو الكل للمشاركة في وضع العنوين المطلوبة كان فقط لإعتراض الأزهر على موضوع القطة الوحدة نحن لا نتحدث لمصر خصوصيتها ما تريد أن تكون به مصر لها خصوصيتها نحن نحترم قراراتها ولا نتدخل في شأنها الداخلي مطلقا نحن نرى في خطبائنا أمل ونرى بهم حقيقة بناء ومشاركين في تحقيق أمال شعبنا الفلسطيني للخلاص مما هو فيه من معاناة من الاحتلال من أجل إقامة دولة مستقلة دولة تستطيع أن تكون رقم صعب بين الدول لها حضارتها ولها مشاركاتها ومن هنا نحن نحرس على تطوير أداء الخطيب متابعة الخطباء ليس من أجل لا سمح الله المحاسبة السلبية إنما من أجل تطوير الأداء في الاجتماعات في اللقاءات في التوجهات في التغذية الراجعة في استقبال حتى الشكاوى من بعض المواطنين حتى الاقتراحات من الأخوة الخطباء الاقتراح من المسؤولين في المديريات مديرية معهد إعداد الدعاء التوجيهات هي إذن نختصر الموضوع ونقلب العنوان لا يوجد تحديد لخطبة الجمعة إنما يوجد تحديد أو اقتراح موجه نحو الحديث نحو الحديث في هذا أو تحت هذا العنوان وإلا يستطيع أي مواطن من الذين تحدثوا أو سواهم أو أنتم أن يقول هذه هي خطبة الجمعة هي ليست خطبة الجمعة إنما هو عنوان مع بعض عناصر مع آيات يستطيع الخطيب أن يستعين بها وإن وجد أن هناك موضوع هام يطرح في بلده في حيه بما لا يتعارض لا سمح الله يستغله من أجل فتنة طائفية من أجل فتنة سياسية إلى غير ذلك هذا طبعا منكر منا ومن المجتمع شكرا لكم شكرا لك دكتور خميس على هذا التوضيح وعلى كل ما تفضلت به وأيضا كل الشكر لها دكتور بسامع أورتاني على مشاركتك معنا في هذه الحلقة كل الشكر لكم مشاهدين على المتابعة بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك بعنوان لازم نحكي مني وفريق العمل كل التحية بحونا على ألف خير اشتركوا في القناة شكرا لكم